نحن نعتبرها نوعاً ما ضحية ضحية في هذه الحالة كان عدة أشخاص لأنه المرويجين يستغلوا الضعف تاع الأشخاص ولا يستغلوا الحالة النفسية تاحهم ولا يكون مارب أزمة نفسية ولا يستغلوا معلو ولا يروجلوا يقدر حتى يمدلوا المخدرات مجاناً وكان الفرق بين المرويج اللي متاخدها أنها عامل إجرامي يقتاني منه وفايدة بنية إجرامية مبيتة الفئة الفتيات المستهلكين يعني المستهلكة الفئة المستهلكة نحن نتعاملوا معها بعناية نحن نشوفوا باللي هو مضحية إما الفئة الفتيات اللي تروج المجتمع الجزائري معروف أنه الفتاة جراف العرف الجزائري معروف أنه الفتاة تجتنب هاد الأمور مايش معروفها بها الأمور البارونات المخدرات بدأوا يوطفوا فيهم واعني يوطفوهم استعملوهم في الترويج خاصة أنه أنه الشكوك ما تتجهش الفتاة عادة يعني عادة الشكوك ماي في الأوين الأخيرة والشكوك تتجه لهم مناصفة بين الرجال والنساء يعني كاين في أكبير قضايا عالجناها أنه فتياتهم اللي روجهم